أول مبدأ أن الإنسان حر في عقيدته وعبادته يؤمن بما يشاء ويعبد ما يشاء هذا هو الأصل الناس ما هم بحرار في الشرك والشهوات والشبهات الأحرار هم الذين يعبدون الله وحده لا شريك له تحرروا من جميع الأهوى ومن جميع الأطماع ومن جميع الخضوع للناس صاروا عبادا لله كما خلقهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحرية في عبادة الله عز وجل تخلصك من الذل للمخلوقين تحررك من اتباع الهوى تحررك من كل الشرور إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فمن شاء ثل يؤمن ومن شاء ثل يغفر جاء بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم كرابقون هذا من باب التهديد ما ومن باب التخير لكم دينكم وليدين هذا براءة يا أخي ما هو خرية هذا براءة قل يا أيها الكافرون ما جاء بولا السورة فقد آخرها يصلح لغة فقال الله ولد قل يا أيها الكافرون تمناهم أيش نعم الكافرين تمناهم كافرين قل يا أيها الكافرون هذا في خرية تعقيدة الله حكم عليهم بالكفر لا أعبدوا ما تعبدون من الأطنام والأوثان ثم قال لكم دينكم وليدين ضراءة أهلية ما هو تخير أو خرية إنما هو ضراءة هو تهديد تهديد لهم عشرات الآيات جاءت لتؤكد أن الإنسان حر في عقيدته وعبادته ما هو هذا كلام المؤمن ما هو بهذا كلام المؤمن الناس ما هم بأحرار في الشرك والشهوات والشبهات الأحرار هم الذين يعبدون الله وحده لا شريك له تستمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة